أول شيء نبدأ بمهمة الدعاء إن شاء الله يتقبل مننا الدعاء ونطلب الله سبحانه وتعالى أنه يحيد لنا هذا البلاء ونصر الأمة جميعا في العالم كامل الله يشافي الجميع يا ربي والله يحفظنا كاملين والله يجعل الله سبحانه وتعالى أنه يبعد عننا هذا الشيء ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أنها تكون فترة صغيرة اللي غادي تدوز وأنه إن شاء الله من بعد ترجع الأمور المجارية بطبيعة الحال كل واحد فينا يدعي في الصلاة دياله يدعي في أي وقت طيلة اليوم يدعي وكتروا من الدعاء الصدقة كذلك كل واحد يا طيب دكشي اللي كتب لي الله خصوصا أننا إخواننا الآن كل شيء محتاجين كيف ما تنشوفوه فالناس لاحص اللعوان ناس كلهم محتاجين فنتمنى أن الأمور تكون بخير على خير شكرا جزيز جمعي شكرا جزيز جمعي شكرا جزيز جمعي فكيف ما قلت نتمنى الأمور تكون بخير على خير فاليوم سنهضر إلى مجموعة النقاط التي تتعلق بهذا الحالة المنزل 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 نفوت المنزل المنازلة الفقايويية الاعرال سوف نضع على علاقة التغذية بالمناعة ونضع على أمور أخرى النقطة الثانية التي مهمة بالنسبة لي ونضع عليها كيف نتعامل مع النظام الغذائي خلال هذه الفترة التي نقلس في البيت هذا الوقت الذي نضع في البيت 24 ساعة إلى 24 ساعة سوف نعرف كيف نتعامل معه النقطة الثالثة التي نريد أن نضع عليها اليوم هي التبدير ليس لا يريد أن نضع عليها التبدير سوف نضع عليها التبدير في مجموعة الأمور سوف نضع عليها علاقة بالتقوية المناعة سوف نضع عليها بالنسبة للأمعاء سوف نحاول أن نكون بسيط جدا لأنه ليس وقت أن نعقد الأمور سوف نكون بسيطين جدا أخوتي المغربة و أخوتي الناس التي تشوفونا كاملين قاع البشرية التي تشوفنا الآن التي تسمعنا و تشفهمنا الآن أخوتي العرب كاملين لأنه كان معنا ناس من الجزائر مثلا هو محجوب عريبي أنا قلتها هو يطلع من الجزائر أخوتي العرب كاملين 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 تجد أن نأمنوا بهذه الأمور و حتى الناس التي تشوفون المسلمين يجب أن نكون بأخير نبقى إيجابيين تنأكد على المسألة أننا نبقى إيجابيين و لا نطول فيها بثا النقطة الثانية النقطة الثانية والتي ستطرح المشكلة الآن بين المشاكل التي ستوقع الآن و نحن قلس في البيوت هو المشكلة للنوم من تنظروا على النوم الجيد أخوتي في تقويات المانعة أخوتي لا نطلقا لعدة ساعة النوم تنظروا على النوم الجيد ما معنى النوم الجيد النوم الجيد هو النوم الليلي فهذا يجازيكم بخير الآن نحنا في واحد الفترة ما معاش ها الفترة اللي هي مهمة فالنوم الليلي اللي يجازيكم بخير النوم الليلي ماشي النوم ديال 10 تسواعد في النهار مرحبا بناس تونس نجي عارفا النوم الليلي النوم النعس بالليل ونفق بالنهار انت انظروا على النوم الجيد يعني الجودة ديال النوم مش عدد ساعة النوم لان كان الناس ده بغي يديروا غلط كبير غيبقوا يصهروا 3-4 تصبح وفي النهار يقبينوا ناسين هذا خطأ الله يجازيكم بخير هذا خطأ من اجل تقوية المناعة نتحدث على النوم الليلي لا نتحدث على النوم اللي غدين نعسو فيه بزاف لا تنتحدثوا على النوم اللي تنعسو فيه مزيان هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة شرب الماء شرب الماء بكميات كافية مداما تينش غنشربوا 4-4 في النهار لا شربوا 1-4 في النهار وخلحها البارد نشربه 1-9-3 لأن الماء يدخل في جميع التفاعلات الكيميائية اللي تضطرى داخل الجسم الإنسان شرب الماء مسألة اللي هي مهمة مسألة اللي هي ضرورية مسألة اللي هي مفيدة لا شرب الماء لا شرب جهو يطلو في النهار لا يقدر ما يكون ماء ربني غنشرب آتي بلا السكر را داخل في السوائل ربني غنشرب مثلا على التناول حساء خضر بلا ما نضيف لي الملحة متلا أو لا تكونش نسبة قرية لدى الملحة داخلتها هي في العدد في النسبة دي الماء اللي غنجيب للجسم ديالي علشان نقول لكم بلا السكر وتنقول لكم بلا ملحة لأن ملتان شرب آتي بلا السكر الجسم تستفن هذا الماء أما ملتان شربه بالسكر تقول لي هذا الماء اللي جاي من آتي يخصو بشي غيمة هذا السكر لي فهذا موضوع آخر ما غنش نتخل فيه نحن عارفين أنا ملتان كله حلاوة تيخصو نشرب الماء مرأة قلت نبقوا إيجابيين النوم الليلي بغيت نسميه النوم الليلي الجيد وشرب الماء هذو ثلاثة نقاط رئيسية متفقنا اليوم دبا أجلنا النقطة ديالتتغذية مزيان كل شي تسول هاد السؤال هاد تغذية باش نحاربو ما كناش تغذية باش نحاربو باش نحاربو الفيديوز باش نكون واضحين باش بلا ما مقاون تغذية لي كينا تغذية من أجل تقوية المناعة شناية تغذية من أجل تقوية المناعة قلت نعرف واحد المسألة جميع الأغذية الطبيعية الموجودة في الطبيعة تتسانف تقوية المناعة ولكن نحن في واحد الفترة في واحد الفصل في واحد المكان اللي قلت نستعملو الأغذية الموسمية ونستعملو الأغذية المحلية ونستعملو الأغذية المتواجدة لهذا لهذا فأنتنا نهضر اليوم على الأغذية التي ستقوين المناعة لنا ولكن أريد أن أكد كما قلت لكم في الفيديو الذي فات لم يكن هناك عاصة سحرية الذي كان هناك نظام غذائي يجب أن نتبعه لكي تساعدني أن نقوين المناعة لديه ولكن هذا سيطلب وقت نحن الآن في الفيديو يجب أن نتبعه في داره لا أعلم أن تستطيع التطول نحن نتبعه لكي تكون قصيرة يا ربي ولكن تستطيع التطول فأنتنا نقول لكم الله يجزيكم بخير النيضام الغذائي سمعونه جيدا الله يرحم لكم الوديدين النيضام الغذائي ستلعب دور كبير ومهم جدا في تقوية المناعة ما هو النيضام الغذائي الذي سنظر عليه؟ أولا أولا وتبعوني مزيان عفاكم ركزوا معي مزيان لكي نتبعه على تقوية المناعة نتبعه على أن الجسم يجب أن يستفد أو أصلا أصلا يجب أن يستفد من هذه الأغذية التي سندخلو له لأن بعض الأحيان يوجد أنه مشكل ستقدر أننا نأكله والجسم لا يستفد لكي يستفد الجسم يجب أن يكون الأمعاء يكونوا جيدا لكي يكون الأمعاء يجب أن يكون الأمعاء يجب أن يكون الأمعاء تكون الأمعاء يجب أن يكون الأمعاء وليس لكي يستفد منها لا يحتاجون فقط كيف تكون الفيتامين سي ستأكلها ولكن إبتعاد نهائي على مقليات في الزيت هل تريد أن يكون المقليات اللي بغي يكون بتاتفريد ماشي دابا اللي بغي يكون الشيبس ماشي دابا اللي بغي يكون الحوت مقلي ماشي دابا اللي بغي يكون الفلا مقلية ماشي دابا اللي بغي يكون خيزة مقلي ماشي دابا قرعة مقلية ماشي دابا النجا المقلي ماشي دابا والله يجزيكم بخير بعده من القلي في الزيت لأن القلي في الزيت يفسيده ويتيعطي واحد الخلل على مستوى الأمعاء و لا تتبقى عملية الامتساس الدرمزيان و تعطي امور اخرى و امشاكل اخرى و اختار اخرى و امور سيلبية بعده على القليف الزيت لا تقعوش الدينام و كونسنتريين غاب الفيتامينات اللي غندخلوه اراه لك ليتي صندوق ديال فيتامين السي شي تكون صندوق ديالليمون و تتضرب انتال بتاطا فريط في الغداء و تتضرب في المقليا في العشاء اراه ما غتستفدو عنه لهذا الله يجزيكم باخير اول حاجة لابتعاد على المقليات اتمنى انكم تفاهمين النقطة التانية الابتعاد عن السكرية الكثرة بلسحف الهلاوة الحلاوة 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 السكر ابيض سكر ابيض سكر ابيض سكر اسكر ابيض بعده منو لا يجزيكم بخير لانه تتعتبر كذلك مبين امور اللي هي سيلبية هذه جوجة النقاط اللي هي مهمة و رئيسية بالنسبة لي و اللي ضروري خاصنا نديرها نقطة التالتا نحن عارفين دابا غانا مقاو وقالسين في البيوت ديانا Katherine بيننا حتى عندنا هل لما كلا النهار كامل وهذه مسألة خطئة الاخذة lying هيتشّدة غانا غانا نجد على ما تنسرض أنا غانا نجد لے لأن كين الناس حاولت السئلة غادا نجدها غن bum غانا غانا نختم بيها قالت ان دابا الآن غانا مقاو غالسين يتوقع الناس لا يستطيع إدخالهم يتوقع يأكلهم ويحاولون ما أمكن أن ننبعدهم من الزيادة في الوزن ويحاولون ما أمكن أن ننبعدهم بالوجبات سوف تقويه المناعة إخوتي لا تستطيع تناول طيلة اليوم لا تساعد أن تنسوا الناس لكي ندفعه رسائل يقول لك يأكل أكلم جيدا لكي نقوم بالمناعة نعم، يأكل رخصك للغاية لكي نقوم بالمناعة ولكنها يأكل جيدا لكي نقوم بالجودة يعني أنا الآن بالنسبة لي أحسن حاجة ممكن ديرها لأن الناس قلسين في الدار أنا أتنظر مع الناس اللي قلسين في الدار لي ما تتحركوش ما تنظرش عن الناس مساكل اللي بقين خدامين الناس اللي قلسين في الدار الآن ما تديروش ثلاثة وجبات في اليوم ثلاثة الوجبات لا ديرو جوج وجبتين رئيسيتين ما معنى إلا فطرتوا في الصباح بكري فطرتوا مع الثمانية تسعود ممكن في الغداء تاخدوا فاكهة ولا جوج مع واحدة شلاطة دي الخضرة وتبقى واحدة تديروا واحدة لعشة مع الخمسة سسة لعشية ولا السبعة مثلا أولا مثلا فقط الصباح ما بغتيش فطر بغتيتشرب كويز ديالاتي وكويز ديال نورمال ممكن تتغدى ومبيتتش أولا فطر مثلا مع الثمانية تسعود العشرة قاع العشرة حنا نديرو الفطور قاع إلا فطرتين مع العشرة ربهم كيمتغدت الخمسة ولا ربعة العشية إلا تتغديت مع الربعة عرم مش دروري أنك تتعشى مع تسعود لعنى رخسك ناس بكري يقولن النوم الليلي واش فهمتوني ما ناخدوش ثلاثة الواجبات ثلاثة الواجبات الآن خاطأ علاش لعنى أولا تخص ننقيوا الجسم ديالنا باش نقبلوا المناعة اللي مسألة عادية باش تقبلوا المناعة باش تنقي الجسم باش تنقي الجسم تخصك ما تدخلش دائما الجسم ديالك أغذية تخصك تخلي الجسم أنه يقوم بعملية ديال التنقية ناس يسمعوا بها بالديتوكس مثلا هاد العاملية ديال التنقية اللي يخص الجسم يقوم بها تخص المعدة تكون خاوية الهدف الله يجازيكم بخير الله يرحم لكم الوالدين وجبتين رئيسيتين ممكن زيد وجبة ولا جوج تنوية رأى ممكن ما معنى وجبة ولا جوج تنوية مثلا غنفطر وغنتقش ولكن في الغداء أنا أخد أونسا على هذا في كانت فخوي أنا أخد شلاغة مع فروي ماشي مشكل أولا مثلا غنفطر وغنتقضى وفي العشية غنتقضى مع 4-5 وممكن مع السبعة ثمين أكل واحد ثلاثة التميرات ولا جوج ولا شي حال ماشي مشكل أنا ما تقولكم مش موتوب الجوع أولى الناس اللي غادي يصوموا مثلا ولا يقدر يتسحر ويقدر يبقى حتى يفطر في العشية المهم كل واحد يدير اللي يبغى دبقى أنا تنقول لكم المهم أننا ما نديروش ثلاثة وجبات رئيسية في اليوم وجبتين رئيسيتين كاللي غايفطر مع الطل يتغدى مع الطل غايفطر بكري يتغدى شوية مع الجوج ثلاثة ولا يزب كل واحد يدير اللي يبغى تنظر أن الفكرة مهمة ووصلات هذه المسألة ستجعلني نقي المسارن ديالي ونقي الجسم ديالي وعندما نقي المسارن سنعطي لكم بعد كيف ننطيها سنقيدها لكي لا ننساها نعود من اللولان خلاصة ما قلنا قلنا النقطة اللولان بقوا إيجابيين الله يجازيكم بخير الله يرحم لكم الوالدين بقوا إيجابيين نشروا الرسائل الإيجابية السلبيا نشروا الإيجابية نقوا إيجابيين النوم الليلي شرب كيميا كافية من السوائل ومن الماء نعطينا بالأمعاد ونرجع لها النقطة من بعد الابتعاد عن السكريات والابتعاد عن المقليات الابتعاد عن المقليات والسكريات النقطة الخرة اللي نحنا ننظر في عذابة متمنى أنكم تكونوا وصفتم منها قلنا ما كان شتلات واجبات في اليوم كان واجباتين ليهما سوف نديره الصيام تخرج سموم الجسم نعم أبو المشائل نعم الصيام تخرج سموم الجسم ألو قد نرجع كيف يمكن لنا نقوا الأمعاد المسألة بسيطة جدا لنقوا الأمعاد لا الصيام تزيد في المناعة بالعكس قلت أننا لنقوا الأمعاد تخصص نكتر من الألياف الغدائية كل ما هي نخالة شعير وبزاف الخضر والفواكي ما معصر هكاك لأننا هناك يشون العصير بزاف أنا أقول لكم ما يشون العصير كون الفاكهة والخضر هكذا ممكن تأخذوها عصير ولكن لا تكون الحصير الفاكهة لأن منيطة أن أخذ واحد تفاحة مثلا رفيها الفوائد وفيها الألياف ديالها الداخل هذوك الألياف تساعدوني باش نتطلب الأمعاء ديالي كل ما هي خضر خضراء الخضر جميع بأنواعها البقولة الخيزو القرعة القوق جلبانة القرعس الخضراء أي حاجة الخضر كامل نتطلب الخضر ثم سنعود ثم لا مشكلة لكي نتطلب الأمعاء يجب أن نتطلب الألياف الغذائية الآن بالنسبة للتغذية ستقوي المناعة لأن هذه النقطة يتطلب الناس الذين يدخنوا الله يجزيكم بخير لأن التدخين يقدر المناعة بالنسبة للتغذية وتقوية المناعة أولا الخبز الشعير نحن نأكله الكثير وبالتالي فهو ممكن نرجع من هذا الخبز مادة صحية هذا الخبز نرده مادة صحية بمعنى أن نضيف الخبز النخالة أو الخبز الشعير نضيف الخبز بالنخالة أو الخبز بالنخالة أو الخبز بالنخالة أو الخبز بالشعير الخبز بعد الخبز نضيفه معلقة صغيرة أو معلقة صغيرة الزنجلان لا إلى كاملة الزنجلان والنخالة تساعد وتساعد تقوية المناعة الخبز بالنخالة بالنخالة السعيد بالنخالة لأن تساعد بشكل كبير في تقوية المناعة كذلك. وعندنا أتعي، وهذه التولاتين تسمي معنى تولتي السعادة. أتعي بطبيعة الحال بلا سكر. تساعد كذلك وتساهم ومهم بالنسبة لتقوية المناعة. النقطة الأخرى اللي كينا جميع الخضر والفوكه. تساهم في تقوية المناعة. الفيتامين سي ستأخذ. الفيتامين سي ستكون موجود. الفيتامين سي ممكن أن نأخذه. في الأغذية الموسمية وفي الأغذية الطبيعية. النقطة الأخرى اللي كينا. تمر. حاولوا تأخذوا التمر. اللي عندكم اللي موجود. ماشي ضروري شري التمر بمئةين درام. رات تمر اللي كينا دينا. ديال ثلثمية دريال ديال عشرين درام ثلاثين درام. جوش تميرات في النهار. متى قولكم مش خضون سكيلو. جوش تميرات في النهار كافيين. أو اللي الشريحة. من الأفضل نرى ما نرى طريقة من الأفضل تديرها. قرعة زيت. قرعة زيت البلدية. زيت الزيت ثوم والعود. و هذه القرعة تديروا فيها واحد الفصل الزيت ثوم التحت. ورقدوا فيها شوية ديال تمار ولا شوية ديال الشريحة. ومن صباح لصباح اخذوا تمر ولا جوج وشريحة ولا جوج. وكولوهم. و هذه الزيت التي يمكنهم أن يجغل ثلاثة أو أربعة أو أربعة أو أحد الكيميات لصغير لكي أرى الصباح نعود بالنسبة للتغذية فالخبز والنخالة الشعير و الحسوى الشعير الى اللغش بالفرنسية أتي للاسكار الخضر والفوكيل الموسمية لا يوجد مشكلة و لكن فضلك الموسمية لا أعرف مقام شربه أو 4 كيسين ديال جيدوغانج في النهار لماذا تتعطي للماذا البعيد؟ لا يوجد زنجلان ماليكا يكون عادي لا يوجد شيء ضروري قلت نضيفه مع قديل زنجلان ومع قديل الكتان في الخبز ممكن نزيده مع قديل الكامون بحال بنا شخصيا تتعجبني الريحة الكامون في الخبز أنا تعجبني نرى الريحة نأخذ الخبز فيه الكامون الخدر والفوكيل الموسمية اللي ذكرنا الآن القطاني العدس الحمص الفول جلباناء البصارة نقام مروات تقولي البصارة متبوخة بالتومة وزيت البلدية القطاني على الأقل ربعات المرات في الأسبوع على الأقل ربعات المرات في الأسبوع هذي كلها أمور اللي غادي تساعدنا باش أنني نقوي المناعة لهذا ما نبقاش نسمعه بعض الوصفات وهذا لو عسير الباربا ما عاداش ربوا ببوحده الباربا بحالة الأخذية الأخرى غتسنى في تقوية المناعة خيززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز في مؤسسة الثلامية UT papa. فضع الثلامية. إنهم يرهم المسيطة. لا أريد أن ندخل في القوانين ولكن سوف نجيبها إلى أخرى الناس الذين لديهم العسل الحر ممكن أن يكونوا يحلوا به العسل كذلك تساهم في تقوية المناعة لا أريد أن نذكره لأنه غالي لا أريد أن نجيبه إلى أخرى لهذا فأتمنى أن أتمع النافع ممكن أن نهاتي النافع تقوي المناعة لذلك بعد الوصفات يجب عليكم أن نظام غدائي عادي كله عادي خصوصا في الاتجاه النباتي نظام غدائي ليس كل نباتي ليس كل نباتي 100% ولكن 70% أو 80% كل نباتي نعم لشو تعوى ليليا صح فأخبركم جميع الأغذية فيها فيتاميسي لذلك نعود الخلاصة من الأول نبقى إيجابيين النوم الليلي نشرب الماء كمية كافية نبعده على المقليات نبعده على السكرية نأخذ الخضار والفوكي بيش ينقلون الأماء بيش يمكن الجسم المتصدق بيش ينقلون المناعة لا نعودوش الخضار والفوكي بالعصير نشربوه لكن ليس لحسب الخضار والفوكي ونأخذوه غير جوج واجبات في اليوم ما نأخذوش ثلاث واجبات وبالنسبة للأغذية نحن ذكرناها الأغذية اللي ذكرناها الآن اللي ممكن أنها تساعدنا في تقوية المناعة نتمنى رمشي غير الفيتامين السيل التي تقوي المناعة هناك مكونات أخرى تتسامر هناك سيلينيوم هناك زين هناك مانيزيوم هناك مجموعة المكونات غذائية تتساعد كذلك في تقوية المناعة بالنسبة للشرب الماء يقول لكم شربوا الماسخون في الصباح ليس يقوي المناعة شربوا ما عادي ما عادي دبال أصلا الحل بارد لا تتسامروا ما في التلاجة شربوا ما عادي جدا البصلة والتومة تكون حاضرة في جميع الوجبات ديالكم أنا قلت لكم تومة رقدوا قراءات الزيت ديروا فاصل تومة وفطروا بها الصباح في الغداء ديروا التومة والبصلة وفي العشاء ديروا التومة والبصلة كيف ما بغى تكون الوجبة فترتم ديرواها فترتوا وتغديتوا بصلوا تومة فترتوا وتعشيتوا بصلوا وتومة نحن قلنا جوجد واجبات في اليوم الوجبتين الرئيسيتين يكون فيهم بصلة و تومة تتمنى نكون الرسالة تكون وصلت تتمنى الطريقة الصحية لطهاية الطاجين دون غادي نجاوب على بعض الأسئلة بسرعة باش من كتروش بالنسبة للناس الذين يستطيعون التحرك. البصلة والتوما لا يمكن أن يكونوا خضرين. ممكن أن نطيبهم. البصلة والتوما من فوق أشماء ولا يقومون المناعة. المناعة يتقصونهم لإما أنه يستطيعون المناعة. وليس لدينا نتحركوا للإنها. الحركة سيكون قليلة للمجاهدة. بالنسبة للناس الذين يقومون في الدار. يمكن أن تقومون بها إلى الخبز. ممكن هاتش اللي كان والله يجازيكم بخير نبقوا إيجابيين ونتعاونوا مع الناس اللي كان يحدانا نتعاونوا مع الناس العائلة دينا الجيران دينا نديروا يد في يد هذه واحدة فترات المروبية نتمنوا أن الله سبحانه وتعالى يدوزنا بخير وعلى خير نتمنوا أن نربي يدوز هذا الشي مزيان المهم هو أننا نبقوا مجموعين هدي المهم المهم هو أننا نبقوا امتحدين ونبقوا إيجابيين وما تنسوا إيجازيكم بخير بتسلموش نقلصوا في ديوركم ونغسلوا يدينا مزيان غير الله يجازيكم بخير واحدة نقطة باش منساش من يكونوا تنغسلوا يدينا ما نبقى وش نخليه الروبيني مطلوق وانا تنغسلوا يديه بشوائي يعني الروبيني بحلول لأنها راها غايكون واحد تبدير كبير وإحنا أصلا كيف مشتوهد عامرة ما بقاتش لدينا ما تحش بزاف وبالتعريفة ما شمنتحوش وامور أخرى لإحنا الله يحفظ ما بغيناش لهذا فا نردو البل التبدير ديال الماء والتبدير ديال الماكلة ما تلوحوش الماكلة شط شي حاجة سخنا وعودوا كلها ما تلوحوش الله يجازيكم بخير تبارك الله عليكم وإحنا دائما نرى لإشارة ديالكم